في المملكة العربية السعودية تم تسجيل عدد 382 حالة إصابة جديدة وهذه الحالات الجديدة توزعت في مجموعة من مدن المملكة العربية السعودية وسيتم مشاركتكم في تقارير تحدث عن تفاصيل توزيعها في مدن المملكة العربية السعودية إضافة إلى تحديثها وتحديث بقية البيانات على الموقع المخصص لتحديثات COVID-19 وهو covid19.moh.gov.sa بالتالي يصل إجمالي الحالات في مملكة العربية السعودية إلى 4033 حالة من بين هذه الحالات 3261 حالة هي حالات نشطة مستمر تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ومن بين هذه الحالات 67 حالة هي حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة حالات التعافي بلغت بحمد الله بإضافة 35 حالة تعافي 720 حالة تم تسجيل خمس حالات وفيات إضافية منها حالة لشاب سعودي بلغ من العمر 33 عاما توفي في جدة وسعودي بلغ من العمر 67 عاما في المدينة المنورة وثلاثة غير سعوديين بلغت أعمارهم 41 و63 و80 عاما ومعظمهم كانت لديهم حالات مرضية مزمنة سجلت هذه الحالات الأخيرة التي ذكرناها في مكة وجدة نلاحظ أن من بين الحالات حالات لأعمار في الثلاثين من العمر وحالات لكبار سن متقدمين من العمر رحمهم الله جميعا ونؤكد للجميع بأن حالات الإصابة هي ليست حصرية على فئة عمرية معينة فصغار السن أو الشباب أو كبار السن الجميع معرض للإصابة بالفيروس وسبقت تحذيرات على مستويات منظمة الصحة العالمية أو من خلال التواصل الدائم والنصائح والتعليمات التي تقدمها وزارة الصحة بأن الإصابة قد تحدث في أي فئة عمرية وقد تؤدي إلى حالة حارجة لقدر الله بل قد تودي للوفاة فنطلب من الجميع دائما وأبدا التقيد بالتعليمات حصر على سلامتهم وسلامة من يحبون